مرحبا فيكم حبايبي برج الحوت. خلينا نشوف طاقتنا. ازان هذا الشهر كيف عاملا? اش عاملا? شو عم بنركز اه على شو عم نصرف طاقتنا? ازان لبرج الحوت. هون عم بشوفها اه نهاية يمكن عم تصرف يعني طاقتك لانهاء شيء قديم في حياتك او انهاء علاقة ثلاثية. عم تصرف عليها طاقة لحتى انك اه تنهيها عم بشوفها على انتصار وعلى نجاح. ان شاء الله يا رب. خلينا نشوف بشكل عام ازان ل الحوت. في بداية الشهر اه رح تكون في عندك اه شوية اوها ممكن او اه عم تتعرض لا اكاذيب معينة لنصب اه معين انت عم تنهي هاي العلاقة. عم تنهي هاي الطاقة ما عم يعني اه بتكون موجودة في هاي الشهر. انا عم بقول عم تنهيها. فعم بشوف اه بالعقس اه من بعد اه ما كنت اه محبوس داخل هاي الا 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 الاا ال الا 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 الاوهام او حتى انت امكن تكون عيشت حالك في اوهام لانو هادول الكارتين مع بعض كمان اه اه اوهام. عم تتذكر اه شيء اديم. وطول الوقت عم بتفكر이� بهاده ا اه الشخص اه الاديم عم تترك تلات فرص قدامك او يعني على الأقل. عم تترك فرص كتير وعم بيتفكر طول الوقت في هذا الشخص. شايف السفر حلو كتير ل لبرج الحوت. ممكن تكون عندك سفر على خير على موضوع أنت حابب أنك تعمله بتم على خير ممكن يكون سفر عند الحبيب مثلا. أو بعيدا عن الحبيب. التنتين محتملين. هون عم بشوف انهاء لعلاقة ثلاثية في نهاية الشهر. ما رح تكون بداية الشهر. عم بشوفهم في آخر ممكن أسبوع لأنه ورقتين يعني علاقة ثلاثية بجانب بعض. الطاقات نسيت أحكيها بس نحكي أنه الطاقات عم بتكون هوائية بشدة. عم بتكون مائية. عم بتكون ترابية. عم بشوف عندك محكمة أوراق قانونية. ممكن مساءلات. ممكن شغلة هيك طارئة. دخلك في متاهات مؤقتة. يا برج الحوت. أو دخلك في مكان أنت ما كنت حابب أنك تدخله أو تطرقله. ممكن شايف فيه نصب يعني عم عم بنتصب عليك أو عم بتخلص هاي الطاقة. إما إذا كانت موجودة من الأساس أنت عم بتخلصها وإذا ما كانت موجودة فهي موجودة في بداية هاي الشهر رح تظلها يعني مستمرة. لكن سرعان أنت ما رح تكشف الأمور وتضبط الأوضاع وتسترجع حقك ولكن بعد صبر يعني بعد خلينا نقول شهر بعد فترة لأنه عم بتكون شوي بطيئة المدة عم بتكون صارم كتير وخاصة في العمل مع شخص هوائي ممكن يكون بشوف كمان هذا الكرت كرت ممكن يكون حمل أو ولادة للي عندهم حمل من الأساس و حمل للي ما عندهم حمل فممكن يكون بنت ممكن يكون بنت حمل في بنت هذا الشهر طاقة طاقة مفتوحة لشهر واحد ولكن تمت الطاقة ممكن تمتد أكتر شوي شايف في رجوع لقديم لشخص قديم كان في بناتكم شكوك كان في بناتكم نزاعات أو أشخاص أو علاقة ثلاثية بعد ما رح تنتهي رح يكون في سعادة معينة تعيشها مع الشريك رح تبعدون وعن ما عن المحيط كله رح تحاولوا إنكم تبعدوا بشتى الطرق خلينا نحكي فشايف قدامك طريق شوي صعبة ولكن في بالنهاية في نتيجة وفي حصاد أكتر إشي بحزك بهذا الشهر من النصب زي الشهر الماضي لأنه الحوتيين عم ينتصب عليهم من ناحية العاطفة ومن ناحية المال عم بيكونوا مستهدفين كله إنه طيبين شوي بس أنا ما بشوفهم يعني اللي هو بشوفهم برضو أسكية يعني بنفس الوقت ما بينضحك عليهم بس الظروف بتوقعهم أحيانا فبقولك هذا الموضوع النصب أو كذا رح يدخلك في شوي مساءلات قانونية أو في محاكم أو في موضوع من هاي المواضيع ولكن رح يتم على خير بشوف السفر في كرتين يعني السفر فرصة كبيرة للي حابين إنهم يسافروا هذا بشكل عام شايف انتصار على شخص في العمل خاصة إذا كانت طاقته نارية ومائية كمان خلينا نشوف لمحة عن الوضع العاطفي عم بشوفك ماسك حالك بالزور يا حوت في بقلبك حب كبير 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 ممكن القراءة تكون عكسية لأنه عاطفية وعامة في بقلبك حب كبير كبير للشريك الشريك برضه نفس الموضوع ولكن التنين ماسكين حالكم بالزور عم تعملوا كنترول على المشاعر بصعوبة ما عم بيكون سهل الموضوع عليكم ما هو عرف شو اللي صاير لهالدرجة لحتى انت كتير تكون محتار وكتير عم بشوفكم التنين محتارين التنين عم تختاروا وكأنه يمكن في عندك انت كمان علاقة ولاثية أو هو عنده علاقة ولاثية أو الاتنين مع بعض ما بعرف بس أكتر شي عم تطلع في هاي الفترة على الزكريات على الشريك عم كتير عم بتطلع على الزكريات عم بتفرج على صورك عم ولكن شايفي أنا في انتصار على العلاقة الثلاثية شايفي في التقاء ما بين القلب والعقل بنفس الوقت يعني من بعد هون ما كان عندك الصراع ما بين عقلك وقلبك هون لا في يعني في اتحاد الاتنين مع بعض رح تاخد قرار بانه يعني الامور تتزبط بناتكم او الشريك اللي عم بيفكر بهاي الطريقة او انتو الاتنين مع بعض رح يكون ازا في نهاية للحيرة رح يكون في نهاية لطرف ثالث موجود ولا الحيرة والصراع اللي كان موجود شايفي انه الشريك رح يقدم لك مثل ادلة مثل شغلات امور يعني امور واضحة يوضح لك اياها يحاول يوضح لك الصورة الامور هذا الشي بشوفه بالاسبوع الثالث اكتر شي ممكن بالرابع يكون كمان او حتى من اول الشهر فعم تتمتع بجاذبية كبيرة عم بيشتاء لك الحبيب بيشتاء لشكلك حتى كيف بتتصرف عم بتذكرك بكل هدول التفاصيل عم بشوف اذا كنتوا منفصلين نسبة الرجوع كبيرة لكن بالنسبة للمتزوجين عم بشوف في طرف في طرف عم يدخل جديد عم بيخرب شوي من الصفاء اللي موجود في العلاقة في شوائب عم بتفوت على الحياة وعم ترجع تطلع ما في مشكلة ولكن يعني نكون حذرين من هاي الأمور انه ما تخرب حياتنا خاصة انه انت رح تكون عصبي شوي هذا الشهر ما ما قادر تعمل كتير كنترول على مشاعرك رح تكون ناري اكتر يا حوت مع انك مائي رح تكون فيري رح تكون شوي متسرع فبس نحذر من هاي الطاقة نشوف شو تحذير هذا الشهر ل برج الحوت برضو علاقة ثلاثية ما بعرف يا حوت لشي كان يطلع لك علاقة ثلاثية عم تجول في الافق قلنا في انتهاء للعلاقة الثلاثية ولكن ممكن تمتد لانه هذا التحذير يعني عم بشوف رقم تحذير لانه خم اتناعش فممكن تمتد الطاقة شوي بهذا الطرف الثالث شوف مسج من الحبيب اذا كان بعيد او قريب كلمة كلمة منه مسج معينة ما قادر يقولها نفس الكرت اللي طلع على برج يمكن الجوزة بيقولك انه هو كوعد او وعد هو انه رح يحقلك الامان اللي انت بتحلم فيه رح يحقلك الجو اللي انت بتحلم فيه في العلاقة فيه عرض معين هو رح يقدم لك بس بيقولك ويت كمان ويت مي انه استناني فيه فيه امر هو مخبيه لك فيه امر هو بده يوضح لك اياه وكأنه هاد الحبيب عم يحبك بطريقة فصيعة ولكن على قد ما فيه خب على قد ما فيه تحديات في علاقتكم عم بشوف نشوف أوراكل للحوت حفاً يحوت بكفي 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 اطلع للأماكن اللي كنت اطلع عليها وتنبسط ابسط حالك رفح عن حالك شوي اطلع من المود اللي انت حاطت فيه حالك لك فترة وانا ما بلومكم يعني الظروف هي اللي كانت صعبة يعني مش انتوا بتكوا هذا الموضوع ولكن انتوا كنتوا عم تعيشوا هاي المواقف اجباري يعني قدرياً فبس بس 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 بيقولك ها حاولت تخفف عن نفسك بانك تعطي حالك طاقة ايجابية زي ما قلنا تطلع على أماكن بتحبها تستمتع في الحياة بيكفي يعني كتير التفكير والطاقة السلبية فبس منالكم شهر سعيد حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي باي